طبعاً أكبر القضايا وأخطر القضايا تابعتها كانت قبل حول أسبوع اغتيال القائد الفذ حقيقة بما أنه مات الآن تستطيع الناس أن تذكره بما لم نكن نقوله في حياته إسماعيل هنية كان قائداً فذاً من دراز استثنائي وكانت تملأه الشجاعة كما تملأه الحكمة في مواقفه وكان من أعقل العقلاء وقد قام الصهاينة باغتياله اعتقاداً منهم والرغم أنه كان هو المفاوض الأول باعتباره هو رئيس حماس وباعتباره أيضاً سعيم المقاومة الفلسطينية لأن الأسف فتح وانتهت يعني فاغتيالهم لهنية كانوا يعتقدون وخرج نتنياهو وخرج قيادات كبرى من الكيان الصهيوني كانوا سعداء باغتيال هنية لأنهم يعرفون أنه صلب حكيم ولكنه صلب وثابت ولا يتراجع عن الحق فكانوا يظنوا أنها ضربة قاسمة فإذا بالرد في الحقيقة من طرف الحركة وبعد أسبوع من المشاورات والتشعور والشورى أنها جاءتهم ببديل يشكل لهم الإعلام الصهيوني أعتبر أمس اختيار حماس للسنوار كقائد للحركة ككل والمقاومة الفلسطينية السنوار طبعاً كان قائداً للحركة في غزة فقط فأصبح الآن قائداً لها في كل مكان اعتبرته الإعلام الصهيوني قبل الغربي اعتبروه بأنه ضربة شديدة وأنه رب دكي بالغ الذكاء من طرف هذه الحركة وأنه يشكل نايتمير يشكل كابوس يشكل مشكلة لنيتنياهو الآن وللكبار المجرمين داخل الكيان الصهيوني لأنهم يعرفون أن هنيا رغم الصلاة بنتاو إلا أنه كان حكيم ومتفاوض ويريد الفائدة بالسنوار الذي كان أشعل عليهم 7 أكتوبر بقيامها بهذا الاختيار الحقيقة حققت الحركة مجموعة من الأهداف وبعثت بمجموعة من رسائل أول رسائل والجميع هو أن المقاومة هنا لتبقى وأنه إذا مات سيد أو رحل سيد قام سيد آخر هذه كانت من بين آخر الكلمات لقالها هنية في لقاءه مع المرشد الإيراني إذن كان هذا رداً في الحقيقة دكياً حكيماً قوياً وخاصةً بأن المعركة معركة تحرير فلسطين تستمر معركة إخراج الاحتلال من أراضيهم تستمر وأن اليوم بالمناسبة لاحظتم أن الإعلان كان أمس ما هي أمس؟ أمس هي 6 أوغست 6 أوت أمس اكتمل الشهر العشر رسالة تقول مرت عشرة أشهر إذا لزمت عشرة أشهر أخرى فنحن لها وها نحن نعين السنوار قائداً للحركة بهذا التعيين أيضاً في الحقيقة قدمت الحركة أو ألجمت أو وضعت حجراً في أفواه الصهاينة وخاصة الصهاينة العرب الذين تقودهم العبرية قناة العربية أو العبرية وقنوات أخرى للإمارات والسعودية والتي كانت تتحدث عن الانقسامات داخل حركة حماس عن الصرعات ما بين الداخل والخارج عن الخصومات في التفاوض طبعاً تلك أمانهم وكان ذلك هو طريقة لنشر البهتان نشر الأكاذيب نشر لعلهم يقسمون هؤلاء الثابتون ثبات الجبال هؤلاء الذين أزعجوا الأعداء أيما إزعج وأبهروا الناس أيما إبهار ورفعوا غمى على أولئك المستضعفين في الأرض في كل مكان صهاينة العرب سعودية الإمارات مصر كي نقول هذه البلدان ليس شعوباً أو أوطاناً نحكي على أنظمتهم التعيسة الأردن وغيرهم شعروا برعب بتعيين السنوار كان رعباً أيضاً ورعباً حقيقياً الحقيقة حتى القوى الغربية على رأس الولايات المتحدة شعرت بنزعاج شديد من أن السنوار يأخذ الآن أكثر مما كانوا منزعجين من قوته فإذا به الآن رسمياً الحركة تجعله رئيساً لها وهو الذي لم يره أحد منذ عشرة أشهر ويقود المعركة من قلب غزة كانت رسالة أخرى أيضاً من أن المقاومة تقول إن قادتنا قد يكونون أكثر أمناً حتى وهي تضحاطل عليهم القنابل قنابل النصف طن قنابل الطن عشرات الألاف من القنابل والمفجرات والقصف والتجويع وقد يكونون أكثر أمناً في قلب غزة ورسالة إلى المتصهنين من العرب من أنهم لن يتراجع وأن المقاومة لن تتراجع وأن أكذيبكم وإعلامكم وصحافتكم ومواقعكم وأذنابكم لن تغير في الأمر شيء وأن هذه معركة الحق مع الباطل دائماً لكل معركة حق مع الباطل هناك ثورة مضادة هناك منافقين حتى قد يكون ضمن الصفوف أحياناً فكانت رداً قوياً وكشاء بعد أسبوع لم يطل الأمر لأن عندما تكون في حالة حركات المقاومة وحالة حرب ويأخذ الوقت وخاصة البعض في الخارج والبعض في الداخل وفي الخارج متعددين في أماكن كثيرة وهم تحت سيف القتل في أي لحظة مع ذلك سارعوا في خلال أسبوع وخرج وأعلنوا من يقودهم كان ذلك شورياً بالتشاور بكل ما تعني الكلمة بعبارة غربية بالديمقراطية الكاملة وهنا قوة أيضاً هذه الحركة التي لم يفهموها وهو أنه الاغتيالات والكيان الصهيوني منذ أن قاموا هو يقوم باغتيالات الكيان الصهيوني أقدم على اغتيال المبعوث البريطاني ودمر كل الفندق الذي كان فيه لأنه كان يريد بريطانيا كانت طبعاً استعمرت فلسطين وهي التي ساعدت الصهاينة وقسمتها بينهم وبين الفلسطينيين ولكن الصهاينة كانوا يريدون أكثر وبريطانيا كانت تريد أن تخفف من تطرف الصهاينة فإذا بالصهاينة ومجموعاتهم الإرهابية تقوم بقتل آنذاك المبعوث البريطاني لإدارة الأمور أو لإدارة ما كان يجري هناك أي أن الاغتيالات كانت حتى ضد غير الفلسطينيين وحتى قبل إعلان هذا الكيان فما بالك عندما أولينا هذا الكيان استمرت الاغتيالات وفي الأول كانت طبعاً كانت تستمر وكانت تقتل الحركات المقاومة ولكن فيما يتعلق بهذه الحركة حركة حماس بالذات لماذا الفرق بينها وبين حركة فتح أحياناً نسمعنا وسمعت بعض التعليقات يقول لك أن المقاومة دائماً عندما يقتلها قائداً تخرج بقائد أفضل فالحقيقة ليس دائماً لأن فتح اللي حدث فيها هو العكس وأعتقد أن إسرائيل كانت تعتقد أن حماس هو نفس الشيء وهنا يختلفون في الحقيقة لأن عندما أقدمت إسرائيل على قتل عدد من قيادات فتح الفلسطينية انتهت في الأخير بتنصيب أحد عملائها هذا اللي يسموه محمود عباس انتهت بمحمود عباس وبمن بشاكلته جبريل ودحلان وكل الخوانة الذين كانوا هناك كيف وصلت إلى هذا؟ وصلت إلى هذا بعد مجموعة كبيرة من الاغتيالات من قيادات الصف الأول لعل أشهرهم أبو أبو الهول وأبو جهاد ومجموعة كبيرة من القيادات الصف الأول والثاني وانتهت باغتيال عرفات أيضا عرفات قتلة مسموما فكان ضرب أو اغتيال قيادات فتح أدى إلى وصول أكبر الخوانة وأكبر العملاء بينما العكس في حماس اللي حدث وأنهم أيضا قاموا بمجموعة من الاغتيالات على رأسها المؤسس حمد ياسين في 2004 رينتيسي واحد كبار قيادات صيام المقادمة وغيرهم مجموعة كبيرة من الاغتيالات اللي قاموا بها لكن كان كلما يقتل أحد كلما الذي يأتي بعده يكون مثل في الصلابة أو أقوى صلابة وشجاعة وقدرة حتى لماذا؟ لأن هنا لديك تنظيم شوري تنظيم يعتمد على العمل الجماعي الشوري الحقيقي بينما المشكلة في فتح أنها لم تكن تعتمد على العمل الجماعي الشوري كانت تعتمد على قيادة شخص ومعها اثنين أو ثلاثة وهي الضائرة ضيقة والبقية فقط يتبعوا بينما عندما يكون عمل شوري حقيقي ديمقراطي حقيقي كما يقال يكون القوى في ذلك التنظيم نعم عملية الشورى وعملية انفتاح على النقاشات قد يتسل الخائن هنا يتسل الخائن هناك يحدث هذا نحن في رشاد حدثت معنا تسل الخائن هنا أو هناك وحدثت لكن رشاد ما زالت قائمة وبقوة وبثبات وتنظي في طريقها لماذا؟ لأنها تعتمد النظام الشوري الديمقراطي التشاوري ما فيش رأس هو كل شيء والبقية فقط يتبعوا الجميع يناقش ولذلك أنا أفهم كيف تتم الأمور عندها لأنها تتم عندنا رغم كل شيطان الذي نتعرض لها لكن هذه الشيطانة يأتي عليها وقت وتنتهي وتظهر حقائق للناس لكي نعود إذن بإعلانها بإعلان المقاومة تعيين السنوار تكون في الحقيقة قد أفزعت الصهاين إلى درجة أن خرجوا كبار الأسماء فيها من نتنياهو إلى وزير الدفاع ووزير الخارجية قائد الجيش خرجوا كلهم يلعنون السنوار ويقولون سنقتله وكأنهم في العشرة أشهر الماضية كانوا يلعبوا معه البيار أو كانوا يلعبوا معه البيك بانك ولم تكن